سلام احبابي تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين الاقدام والجداد والناس اللي تحقوا بهذه القناة ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية عواشركم بروكة يا ربي يحنى القلوب في هذا شهر رجب ويعطيكم الرزق ويعطيكم مبتغاكم في كل العمور الناس اللي باغين اي دعاء الله يسخر لهم ان كان زواج وان كان قبول وان كان فسخ السحر او فسخ العين او التابعة يا ربي يهزع لكم قاع المشاكل كلها يا ربي يحنى عليكم القلوب ويعطيكم مبتغاكم في كل العمور هذه دعوة من شافية المغربية اليكم اذا الناس في هذا الرجب او الناس اللي بغين فائدة عظيمة لجلب الرزق الناس اللي عندهم ديون الناس اللي عندهم المال قليل او عندهم العتبة منحوسة او عندهم العتبة ما فيهاش رزق او ما فيهاش تدخل فرحة او البنت اللي تيجيوها خطاب الى العتبة وتيروحوا حال سبيلهم ما تيدخلوش ما تيدخلوش للبيت حدهم حد خارج العتبة شحال من سؤال جاني على البنت اللي تيجيوها خطاب ولكن ما تيدخلوش للعتبة او زواج رزق والمال رزق وكل شيء في الحياة رزق تد الصحة الوليدات اللي كانوا متخلقين كانوا مزيانين رزق اذا عندنا واحد الفائدة لجلب الرزق جلب الخطاب جلب العمل تكوني ايجابية في حياسك سبحان الله يكون عندك من العام الى العام عام من رجب الى رجب يكون عندك قبول ولكن غادي ان شاء الله غادي ناخد قنينة ماء الورد وقنينة ماء الزهر على نية جلب اه افراح والمصرات الى البيت في هات الشهر ان شاء الله يبقى عندك طيلة العام سبحان الله ويكون عندكم وفرة يكون عندكم قبول يكون عندكم كل شيء في خير وبركة لكم اذا الناس قبل من بدأوا هاد الوصفة غادي نصليوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد الصلاة على سيد الخلق يمفتاح الفرج الله سبحانه وتعالى تبغي اللي تصلي على سيد الخلق اذا اليوم فائدة جديدة رائعة رائعة ان شاء الله وآية وحدة غادي تحقق معكم بزاف الحويج فيها رزق فيها مصرات فيها تخليصك من ديون الناس اللي باغين يدخلوا الفرحة لوليدهم بعمل او زواج او انهم كالناس اللي باغين يشتريوا بيوت اذا وما عندهم ش المال بغوا يجمعوه لكن المال قليل تهد الآية يلدهم عليها تلتمية وثلتاش غادي يكون عنده دائما الوفرة في المال البركة في الرزق البركة في الاجراء ديالو الشهرية يكون عنده فيها رزق اذا هاد الآية اللي غادي نعطيكم كيني الأغنياء تغنوا بها كانوا ما عندهم وتغنوا بهذه الآية سبحان الله سر الأغنياء هاد الآية سبحان الله اذا هاد الآية بعد ما غادي ناخد واحد القنة نشر ها جديدة جديدة ديال الماء الزهر هذا ماء الزهر هذا بعشر دراهم وهذا بعشر دراهم غادي تخدمي قبولك على النية اللي بغيتي النية الوليدات خدمه النية ديال جلب الرزق تخليصك من ديون بغيتي تنقلي من عتبة الى عتبة بغيتي انك تكوني عندك راحة في البيت في المال في الاولاد في الرزق في كل شيء غادي تدري هاد الوصفة من العام الى العام اذا هاد الوصفة مني هدية لكم ان شاء الله بهذا الشهر الكريم يدخل علينا وعليكم بالخير والسعادة ورح للبال اذا اخديت انا قنينة ماء الزهر جديدة واخديت قنينة الماء الورد جديدة انا احطيت فيها الاية لانها غادي نستعملها في هاد شهر الرجل في البيت عندنا باش تحل البركة وكل واحد يبغي البركة في البيت اذا هاد الورقة بدون سطور هاد الورقة بدون سطور اذا انا شا غادي نكتب فيها باش انني غادي نحطها في ماء الورد وغادي نحط وحدة خاصني جوج غادي نحط وحدة في ماء الورد وغادي نحط وحدة في ماء الزهر انا حطيت وحدة باقي ما كملت غادي نحطيت وحدة في ماء الورد غادي نكتب هاد الاية ان شاء الله بحول الله وقواته غادي نحط ها لكم مكتوبة في اخر الفيديو حاولوا تكملوا الفيديوهات. باش يكون عندكم خير وبركة. بغيتوا اضيفوا البرفين ديالكم. اه بغيتوا اضيفوا الريحة في ماء الورد وماء الزهر. اضيفوا الريحة. او قليل من الماء اه او قليل من المسك الاسود او المسك الابيض. لانها غدي تكون عندك واحد طاقة ايجابية. في هاد الاية لانها تحتاج انها تعطروا المكان اللي غدي تترش فيه. وغدي ان شاء الله اه يكون عندكم خير وبركة. كي اللي غدي رشها في العتبة. كي اللي غدي رشها في البيت. كي اللي غدي رشها في المكان تجاري او مكان بيع وشراء. غيكون ان شاء الله مبارك. او النية اللي احطيت عليها غدي يكون عندك خير وبركة. الوقت اللي زي تكون يتكتبيه غدي تكون نية ديالك على شحل من حاجة. لانك غدي تقريها هاد العدد اللي غدي نعطيكم. هاد الاية هي من اعظم الايات اللي غدي تعطيكم طاقة ايجابية في المال وتخليص الديون وادخال الخطاب الى العتبة. اذا اعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي تكتبي اعود بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما اعترتها بالمسك او ما تعطريها بالتحاجة لانك غدي توضعي اه قليل من الريحة في الماء الورد او ماء الزهر. اعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. مرة واحدة. سوف تكتب لكم أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذن هذه الآية من أخطر الآيات إلى دومتي عليها في الصلاة 11 مرة في الصلاة 11 مرة وتقرأي صورة الإخلاص 11 مرة في كل صلاة سبحان الله يكون عندك رزق وفير ويكون عندك مبتغاك في كل الأمور في الفرحة في الصحة في الأولاد في كل شيء إذن نوضع هذه الورقة اللي كتبت غادي نكتبها بلون أخضر أو لون أزرق أو لون أحمر أو لون أسود خدوا قلم أخضر من الأحسن خدوا قلم أخضر إذن قلم أخضر باش تكتبوه لأنه اللون الأخضر هو رائع وتي يعطيوه حط طاقة إيجابية إذن إحنا بغينا غير رزق ما هدرناش على المحبة بغينا غير نجلبوه الرزق إما زواج إما عمل إما أي أمنيات من النساء غادي نديرها بعد ما غادي نقرها على القنينة هنا نقرها 21 مرة وهنا 21 مرة غادي هذيك الورقة اللي كتبت غادي نوضعها جوج ورقات غادي نوضع وحدة هنا ووحدة هنا إذن الناس اللي بغينا تخلصوا من الديون غادي كل شهر غادي يرشوا مدة أسبوع كل شهر كل شهر يرشوا البيت بهذا الماء الزهر وماء الورد خلطوهم ياخدوا قنينة أخرى ويضيفوا لها قليل من الماء ويضيفوا شوية من ماء الزهر وشوية من ماء الورد تاخدوا قنينة الماء تكون صغيرة وغادي نضيف لها قليل من هاد ماء الزهر وقليل من ماء الورد والرش البيت والعسبة إذن هاد القنينات يقدروا يبقوا عندي مدة عام لأنني غادي ناخد شوية جهد مع القا وغادي يبقوا الأوراق هنا حتى يدور العام بحل هاد الشهر وغادي ذوك الأوراق غادي نحيدهم من القنينة ونحرقهم ونعودها لنفس الطاقة نفس الطاقة ونفس الفائدة إذن هاد الآية من أخطر الآيات غادي نكسبها لكم إن شاء الله وغادي تعطيكم طاقة في المال طاقة في جلب الخطاب طاقة في خلص الديون طاقة للبيع والشراء طاقة للناس بغيين يشتريوا بيوت وما قدروش أنهم يجمعوا سبحان الله دوموا عليها في كل صلاة 11 مرة وصورة الإخلاص 11 مرة وسبحان الله غا يكون عندكم واحد طاقة إيجابية في كل صلاة والدعاء ديلكم سبحان الله تيتقبل وتيكون عندكم الرزق الوفير لتوسيع الرزق سبحان الله العظيم ويكون عندكم البركة في المال وقداء الحوائج وقداء الحوائج في كل الأمور إذن أحبابي هاد الثيغة أعطيتها لكم إن شاء الله غدروها ولكن حافظوا على هاد القنينات في مكان يكون طاهر الوقت اللي نبغي كل شهر نقدر ناخد شهور العربية نهار 13, 14, 15, 16, 17 وغادي حتى نكمل أسبوع في الشهور العربية وغادي نخزن هاد القنينات ناخد غير مع القام هنا ومع القام هنا وغادي نحافظ عليهم في مكان آمن الوقت اللي نبغي نبغي الرش العتبة والرش البيت بالكامل مدة أسبوع في الشهر غايكون عندي دائما الرزق الوفير بإذن الله الواحد القهار إذن أحبابي هاد الوصفة إلى عجباتكم أو صغر بنيا حاولوا تخلوا لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة